المجمل كيف ترى هذه المطالبة؟ أعتقد أنها مطالبة يعني يمكن نظرت إلى جزئية وأغفلت مئات الجزئيات اللي تقريبا أهم من هذا الجزئية أنا ما أدري إيش فكرة الأعضاء اللي موجودين في المجلس حينما طالبوا موضوع أنهم ترفع القروض خاصة أنه حنا على مسافة قريبة جدا من تجربة حدثت معهم قبل أقل من سنتين أو تقريبا سنتين في عام 2020 لما رفعهم طالبوا أيضا كانت هذه ثالث مطالبة يمكن منهم برفع القرض المدعوم وتذكر في 2020 في تقريبا شهر ستة سبعة في ذاك الفترة رفع الدعم إلى أكثر كان يغطي ثمانمائة وخمسين ألف القرض ارتفع إلى مليون ريال فبالتالي إيش اللي حدث في الأسعار ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف جدا ومتسالع فزيادة القروض أو السماح لتسهيل أي قنوات لزيادة القروض في أي سوق سواء نكون سوق أسهم سوق عقار سوق سلع تجزئة أي شيء يؤدي بالتالي إلى ارتفاع الأسعار وأنت الآن في أهم قطاع اللي هو قطاع الإسكان حينما تفتح القروض وتزيد التيسير في هذا الجانب سيترتب عليه ارتفاع ما بس فقط المساكن جميع أنواع العقارات والأراضي وسيترتب عليها ارتفاع في تكلفة الإنتاج على القطاع الخاص الذي قاعد يوظف وسيترتب عليه ارتفاع في تكلفة المعيشة على المواطن وسيترتب عليه أيضا ارتفاع التمويل البنكي على المواطن وارتفاع الاستقطاع أيضا على المواطن يعني اليوم المواطن في الغالب هم يدفعون من 60 إلى 65% من دخلهم لأجل شراء مسكن هذه المعادلة حينما تلاحظوا أن ارتفع عليها الاستقطاع 65% والذي تبقى من دخلها 35% مع ارتفاع الأيجارات على القطاع الخاص والمحلات يعني جميع المنتجات سيترتفع أيضا على تكلفة المعيشة فسيواجه ضغطين ضغط القرض والاستقطاع حقه لمدة 20-25 واليوم رفعه إلى 30 سنة وسيواجه ارتفاع الأسعار اللي هو التضخم في مجال المعيشة والغداية يعني اليوم مؤشرات حتى أوغسط المواد الغذائية والمشروبات الأشياء الأساسية السلع الأساسية ارتفعت بين 25% إلى حدود 19% فلك أنت تخيل ما هو الضغط المعيشة اللي سيواجهها المواطن فهذا ليس حل بقدر ما أنه سيفتع علينا باب إشكالية خطيرة جدا وثبت يعني للمجلس يعني لو يرجع يقارن مجلس الشورى أو الأخوان اللي في مجلس الشورى اللي وضعوا هذه التوصية بس لو يرجعون يقارنون الأسعار من 20-20 منتصف 20-20 إلى منتصف 21 إلى نهاية 21 شوفوا الارتفاع اللي حدث في الأسعار أنت تقول لي اليوم سيد عبد الحميد أنه هذا المقترح اللي من الشورى سيحفز الطلب وبالتالي تحفيز الطلب رح يرفع الأسعار بضبط رفع الأسعار رح ينعكس على دخل المواطن بضبط من الاستقطاع وبالتالي